في كتير من المراجعين العيادة بيقولوا لي ما هو بطيخ فكرواه مي دقي صحن البطيخ بالله ما في حدود الجبنة والبطيخ ثلاث أربع قطار ولأنه كتير زاكي فالواحد بيسحب وخلص بالعقل الباطني عندهم انه هذا مي فمي يعني أنا بأكل منه قدمة بالضيفة بس طلع مش مي قوي يعني هو 92% منه مي بس فيه سكر يعني احنا شرحة البطيخ اللي هي نقول شرحها المتلتة المتلتين الأد السمك هالأد السمك متلتة هيك بهذا يعني اللي هي بتكفي شخص واحد يعني الشخص ممكن ياخد شرحة أو شرحتين الشرحة اللي بتتقدم بالضيافة دائما يعني مش لصغار اللي كتير اللي هي هيك خمولها وتيجي مميحة هاي آه متلتة فيها 65-60 سعر حرارية وفيها تقريبا 10-12 جرام سكر سكر طبيعي أكيد بس برضو فإحنا زم ناخد شرحتين بدل حبتين فواكه لأنه الشخص بيقدر يأكل بالنهار منتني الأربع حصص فواكه حسب وزنه عمره طوله صح المعدل تنين لثلاث حبات فإذا بدي أخد مثلا شرحتين من البطيخ دي أعتبر إنه ضايله حبة فاكهة بالنهار آه أما الناس اللي بيضلهم يحطوا مثلا بدل غدا بدل عشاء دي أتغدى بطيخ وجبني أنا بدأت عشاء بطيخ وجبني وكميات كتير كبيرة أوكي هو دائما بنحكي الفواكه سكرها طبيعي بس زايد أخو مناقص بس فلا إذا أنت عندك سكري مشاكل رح نلاقي إنه في مشكلة خلص هو سكر في النهاية أكيد سكر بكمية مسموحة باليوم يعني نعم أوكي شو الفوائد اللي موجودة بالبطيخ لير الفرح الواحد مش عفلاش بس شوف البطيخ نفسك الحياة حلوة تحسي صيف انتعاش طعم حلو مي يعني بركة محر فيه سعادة هلأ البطيخ أول إشي فيه فوائد غذائية كتير كبيرة أنا جايبة اليوم نوعية من البطيخ وأصفر كمان يعني هاي البطيخة الحلوة الحمرة اللي ما عرفها وفيه كمان فيه البطيخ الأصفر كمان بتقدروا تلاقوه بالأسواع هلأ إذا ما نيجي نحكي عن فوائد البطيخ أول إشي زي ما حكينا شرحة تقريبا 65 سعر حرارية غني بالألياف شرحة هاي فيها 1 جرام من الألياف ودائما قلت أنا كتير حكينا عن فوائد الألياف إنه إحنا لازم ناخد تقريبا 25 جرام ألياف للسيدات و30 جرام بالمعدل للرجال اللي بتساعدنا في تغذية البكتيريا المفيدة بالأمعاء والتقليم من كتير أمراض فيه فيتامين سي فيه ماجنيسيوم فعشان هيك مهم للعضلة هو مهم للعضلات أوكي وللرياضيين لشغلتين فيه ماجنيسيوم وفيه مادة اسمها السترولين حتى فيه مكمل غزائي يباع بالصيدليات ضد الوهن ضد التعب يستخرج فيه من مكونات مادة السيترولين اللي هو نعم الأحماض الأمينية موجود بالبطيخ عشان هيك البطيخ للرياضيين يعطيك أنرجي وطاقة لأنه مادة السيترولين هاي بتزيد من الكفائدة التمرين فممكن للرياضيين كسناك قبل التمرين أو إنه مثلا بديرو حيركو ديام هذا يعني كبطيخ طب الفواكل اللي كتير منيحة منها ماجنيسيوم منها ماي منها سيترولين برضو فيها بوتاسيوم كمان اللي بيعطي اللون الحلو للبطيخ اللون الأحمر مادة اللايكوبين هاي المادة مادة مضادة للأكسديم موجودة كمان بالبندورة موجودة كمان بالموجودة كمان غير البندورة كمان بالبطيخ والأشياء اللونها حمرة اللايكوبين اللايكوبين وإحنا حكينا قبل بالبندورة إنه لما تنطبخ ونحط عليها زيت زاتون بتزيد من انتصاص اللايكوبين فإحنا البطيخ مع جبنة مع شوية زيت زيتون برضو منيح لأنك سلطة كلتا سلطة البطيخ هذه مادة اللايكوبين مفيدة جداً لصحة القلب ومفيدة جداً للوقاية من أمراض السرطة من سميها أنتي كانسر فهذا اللي بيعطي اللون الأحمر واللي فيه فوائد غزائية غير هيك البطيخ كمان مفيد جداً لصحة الدماغ والمناعة فهي بالنسبة للبطيخ فيه نفس الفوائد واللي عشان لونه ممكن يكون المواد يعني المكونات الغذائية مختلفة مختلف أول إشي البطيخ الأصفر ما فيه مادة اللايكوبين اللي بتعطي لون أحمر بس البطيخ الأصفر فيه البتا كاروتين بيتا كاروتين مضادة للأكسدي اللي هو المصدر النباتي لفايتامين إي كتير منيحة للبشرة وكتير منيحة للمناعة فيعني إذا بتحبه التنين حتى طعمه زاكي أنا بحسه أحلى شوي من البطيخ يعني طيب ما رفش كل الناس بحبوه حسب كيف بس إنه فوائده غير مختلفة أولتلك هون فيه أكتر لايكوبين بس بيضلوا فيها فوائد غذائية تقريبا نفس السعرات الحرارية ونفس كمية الألياف الموجودة فيه والسكر بس هو أعلى بالبتا كاروتين اللي هو فيتامين إي فيتامين إي ده ما بنحكي مهم للنمو مهم للمناعة مهم لصحة البشرة حتى كتير من الكريمات البشرة بتلاقي فيها فيتامين إي أه مظبوط أه فهذا اللي بيميز البطيخ الأصفر وزي ما حكينا الشرحة المتلتة بدها تكون أه يعني نفس السعرات الحرارية بالبطيخ الأحمر أه ربع حكيتي إشي لفت نظري على البطيخ الأحمر إنه بظبط قبل التمرين الرياضي إنه بيعطيكي قدي يعني يعني عن جد بيدو وقت لاي مفعول إنه بيثبط الواحد يأكل ربع بطيخة ويطلع يمشي لا مش ربع بطيخة ربع شعفة ربع بطيخة ربع الدوارة شو سلمنا ربع بطيخة ربع شرحتين ربع شرحة 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 عادة حسب كمال بطيخة دي حاجة عادة اللي سناك قبل التمرين يفضل بتكون قبل ساعة ساعة ونص هيك بيعطينا للحق يستفيد بقدر يأخذ منها حتى وجبة عشا إذا أنا بدي أخذ بطيخة جبنة بقدر أخذها يعني بنقدر نحط شرحتين بطيخة معتتين جبنة ننتبهوا إنه ما نأخذ كتير في ناس لأنه ما بتعشوا بيكونوا كتير جعونين بقولك ما أنا بتأكل بطيخة جبنة فهي بنا ننتبه لإلها يعني هو مفيد لمرضى السكري أكيد مفيد بس بدهم يتأيدوا بالكمية الموجودة فيه لأنه السكر أكيد ما زي السكر المضاف يعني إحنا لما نحكي 10 أو 12 جرام سكر تقريبا أربع معلق سكر بس بيظلوا السكر الموجود بالفواكه فيه ألياف ما بيرفع بشكل كتير كبير إلا إذا إحنا تعدين الكمية حلو الكمية المسموحة وفي نقطة كتير مهمة بدي أن نبه عليها لما نشتر البطيخ كتير مهم نخسلها وما نقطعها إطاعة صغيرة ونخليها بالنقطع إطاعة كبيرة عشان نضلها عندنا لفترات أطول لأنه بتفقديم كل إشيء من القيمة الغذائية وعشان ما تخرب بيظل صلاح ليدها شكرا إليك أهلا اشتركوا في القناة